الله اكتب الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة صدق الله العلي العظيم تفكير تخطيط تجربة عالم العبداع ملايين من الناس يسافرون عبر الطائرات الطائرة الطائرة كانت إبداعا في مجال النقل والتنقل البشر البشر منذ قرون لا ربما منذ آلاف السنوات كان يفكر بطبيعة البشر الطبيعة التي تجعله يفكر في التطوير بخلاف سائر الحيوانات كان يفكر كيف يمكن أن يطير قبل أن يكتشف الجاذبية في الأرض كان يفكر بعد أن يكتشف وجود قوة تجذبه إلى الأرض تمنعه من الطيران بعد ذلك أيضا كان يفكر ما الحل كيف يمكن فكر خطط جرب إلى أن اكتشف أن هناك قانون يحكم قانون الجاذبية في الكون توجد قوانين مستحيل مستحيل أن تتمكن من الإنفلات من أي قانون ضعيف أو قوي إلا بالدخول في قانون تكوين آخر في الدنيا هكذا البشر أضعف من أن يتمكن من الإنفلات من أي قانون تكويني لا يمكنه إلا أن يلتج إلى قانون تكويني آخر يحكم هذا القانون الأول أقوى من القانون الأول عند ذلك يتمكن يعني على كل حال أنت تلتج إلى قوانين الكون قانون الجاذبية يتمكن البشر أن ينفلت منها مستحيل إلا أن يرجع إلى قانون آخر يدخل في قانون تكويني آخر ذاك القانون يخضع قانون الجاذبية اكتشف هذا القانون هناك قانون يجعلك تنفلت من قانون الجاذبية ما هو ذلك القانون قانون السرعة بالتفصيل الذي ذكره وبعضكم يعرف الإنسان بالسرعة يتمكن أن ينفلت من الجاذبية عندما تدخل في قانون السرعة الجاذبية لا تتمكن منك أنت دخلت في قانون أقوى منها صار هذا الطريق الإبداعي إبداعك صارت الطائرات وأمثال الطائرات هذا إبداع المشي على المنهج المألوف الطريق المألوف هذا شيء لا أنا أمشي بطريقة ثانية بدل أن أنتقل وأنقل عن طريق الدواب أنتقل وأنقل عن طريق أسرع بواسطة مثلا الطائرة الإبداع الإبداع هذه الكلمة جميلة جدا في بعد آخر هذه الكلمة ثمينة جدا في بعد ثالث هذه الكلمة تأثيرها كبير أحيانا جدا يعني جميلة ثميلة ثمينة قوية التأثير فيما يرتبط بالإبداع نريد أن ننظر إلى هذه الكلمة من زوايا أربع الزاوية الأولى أهميتها قيمتها يبدو لي لا نحتاج إلى أن نتحدث في هذا المجال واضح العالم يبحث مو اليوم لا منذ القديم العالم يبحث البشرية تبحث عن الإبداع الإبداع له قيمة كبيرة عند البشر في كل المجالات الإبداع في الإعلانات التجارية له قيمة آلاف مؤلفة يأخذون إذا كانت الطريقة الإعلانية اللي بضاعة طريقة إبداعية توجد اليوم تخصصات بعضها أنا إلى فترة قريبة ما كنت سامع وجودها كلا تخصص أصلا تخصصات لذلك دراسة إلى حد الدكتوراه بعض المؤمنين في هذا البلد وصل إلى درجة الدكتوراه في تخصص غريب جدا مرتبط بهذا الشيء الإبداع فيما يرتبط بالإعلانات التجارية تخصص والحكومات والشركات تدفع مبالغ ضخمة في هذا المجال هذا الشخص الذي يدرس إلى حد الدكتوراه يعرف أنه يوجد وراء ذلك طلب مهم الإبداع في البضائع حدث ولا حرج من أصغر بضاعة إلى أضخم بضاعة هذا الشيء يبحث الناس عنه من الأشياء التي لا قيمة مهمة فيها البشر يبحث عن الإبداع طريقة جديدة خلال الأسنان مثلا طريقة لتنظيف داخل الأسنان البشر أبدع بعض الناس طريقة الخيط مثلا كمثال أقول هذه طريقة إبداعية كانت صحيحة غير صحيحة ذاك الطريق أحسن أم لا بالنتيجة طريقة إبداعية من هذه البضاعة الصغيرة الصغيرة التي ليست مهمة في حياة البشر إلى الطائرات إلى المصانع الضخمة إبداع إلى الإبداع في مجال وهذا جدا جدا مهم أصلا هذا ركيزه الإبداع في المجال العلمي اكتشاف الحقائق عبر طرق جديدة البشر يتعلم ليكتشف حقائق عبر طرق معينة لا هل الطرق منحصلة في هذه الطرق لا توجد طرق أخرى لكشف الحقائق الإبداع في المجال العلمي هذا أصلا من روح حياة البشر في الأرض إلى غير ذلك من مجالات الإبداع يبدو ربما ربما لا يوجد بشر واحد ربما لا يوجد عاقل واحد على وجه الكرة الأرضية ينكر أهمية الإبداع إجمالا فكما نهتم بالإبداع في دنيانا ينبغي بل يلزم أن نهتم في الإبداع فيما يرتبط بالدين نشر الدين اكتشاف الدين اكتشاف كما نكتشف عالم التكوين بالطرق الإبداعية نكتشف عالم التشريع بالطرق الإبداعية كما ننشر العلم الذي حصلنا عليه فيما يرتبط بدنيانا بطرق إبداعية ننشر العلم الذي حصلنا عليه في الدين بطرق إبداعية زاوية زاوية ثانية فيما يرتبط بالإبداع الإبداع الإبداع مستحيل لا شبه مستحيل لا صعب جدا لا صعب لا سهل الإبداع سهل 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 بما لكلمة السهلة من معنى للأسف كثير من الناس يتصور أن الإبداع صعب جدا أو شبه مستحيل يا أخي الإبداع فيما تناول اليد طبعا بعض درجات الإبداع بعض الإبداع نعم بالفعل صعب بعض الإبداع صعب جدا لا ننكر ولكن أصل الإبداع ليس صعبا سهل إخواني لا أبالغ عندما أقول الإبداع طرق الإبداع بالملايين هذا ليس مبالغ بالملايين ليس بالآلاو كمثال فيما يرتبط بالمجال الديني طبعا عادة عندما يكون برنامج مهم مرغوب فيه الحضور في هذا البرنامج دخول قاعة معينة يحتاج إلى مال ليزم أن تدفع مالا أو بطاقة والبطاقة تشترى بالمال عادة هذا الشيء المألوف في دنيانا حتى برامج دينية أحيانا تكون يزم أن تدفع أموال لتحضر في هذه القاعة في هذا البرنامج في هذا المعرض كان هناك معرض مهم مرغوب فيه آلاف آلاف من الناس يحبون أن يحضروا هذا المعرض وبالفعل حضر فيه آلاف من الناس بعض الشباب والفتيات المؤمنين والمؤمنات أبدعوا طريقة أخرى للحضور شرط لحضور هذا المعرض باعتبار هذا المعرض مرغوب فيه ما هي الطريقة نشروا قبل يوم افتتاح هذا المعرض نشروا مجموعة من الأحاديث الشريفة وجعلوا ربما عشرة تقريبا أو بهذا الحدود شرط شرط الحضور في هذا المعرض أنك عند البوابة تقرأ حديث من هذه الأحاديث الشريفة يعني تحفظ هذا الحديث حفظ حديث من هذه الأحاديث الشريفة أحاديث مرتبطة أحاديث مهمة مرتبطة بحياة الناس الذي يريد أن يدخل عند البوابة يقرأ حديثا من هذه الأحاديث الشريفة عن حفظ يدخل والأطفال دون الخامسة من العمر شرط دخولهم طبعا لعله بعض الأحاديث حفظها أو الآباء والأمهات لعله لا يهتمون كثيرا به حفظ الأطفال شرط دخول الأطفال دون الخامسة إلى هذا المعرض المهم المعرض المرغوب فيه أن يذكروا ذكر الصلوات على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد ويذكروا ذكر يا علي يا أمير المؤمن يا علي طريقة إبداعية مرتان أنا أقول صاحب البرنامج مثلا صاحب المعرض مثلا أقول لا هذا معرض ديني نجعله مجانا مرة هذا الشيء المجاني لو أعطيه شيئا أيضا أجعله يحصل على شيء حتى للدخول في المعرض يوجد توجيه ديني والمعرض أساسا هو مرغوب فيه أعطي فائدة أخرى بهذه الطريقة هذا كان صعبا طبعا بعد أن أبدع الشيء لعله نقول لا سهل هو بالفعل الحصول على طرق جديدة إبداعية ليس دائما صعبا أحيانا سهل بالفعل جزاهم الله خيرا جزاء القائمين على هذا المعرض وهذه الطريقة الإبداعية لا استصغارا لعملهم ولكن أقول ممكن الإبداع شيء ممكن في متناول اليد التشابه التي ترونها في الحسينيات في المراكز الدينية في أيام عاشورة أيام حرم صفر أكثر في بقية الأيام حتى في الأفراح ترون تشابه بعضها فيها إبداع نحن لا نركز على هذا الجانب يمر علينا الشيء مرور الكرام أو نمر عليه مرور الكرام لا قضية فيها إبداع حقا أقول مليئة هذه التشابه مليئة بالإبداعات يبدعون هؤلاء ركز على هذا الجانب ستجد بعض الأمور التي لعلك ما رأيتها في أي مظهر في أي فيلم في أي معرض تشابه يبدعون هؤلاء الخطباء الحسينيون بعضهم يبدع الشعراء الحسينيون بعضهم يبدع طبعا أيضا هذه الإبداعات عادة لا يلتفت الناس إليها لا خطابة عادية فيها إبداع فيها طريقة جديدة لإيصال المعلومة الأشعار فيها إبداع أصلا هناك علم يدرس في الحوزات العلمية علم البديع إبدع في البيان استخدم الإبداع هناك طرق مذكورة طبعا طرق الإبداع كثيرة جدا جدا ولكن موازين ذكرت في علم البديع الشعراء يستخدمون هذه الموازين إن الشعر الجميل أصلا إحدى أهم نقاط جمال التعبير أيا كان هو الإبداع القرآن الكريم إحدى معجزاته في مجال البيان معاجز القرآن كثيرة معاجز علمية معاجز كذا إحدى المعاجز معاجز في طريقة البيان إحدى جوانب إعجاز القرآن الكريم في جانب البيان إعجاز القرآن الكريم في البديع في الإبداع الموجود في القرآن الكريم آية عادية نمر عليها مرور الكرام نقرأها مصورة عادية آية مليئة بالبديع قلنا أو قيله قلنا يا أرض بلعي مائك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين آية قرآنية عن قضية نوح لاحظوا ماذا يقال في علم البديع معجز هذه العبارة التي قرأتها معجزة في مجال البديع معجزة يعني ليس فيها بديع يقال عدد أنواع البديع في هذه العبارة أكثر من عدد كلمات هذه العبارة معجزة بما لكلمة المعجزة من معنى الإبداع في البيان الشعراء الخطباء يبدعون الفقهاء في المجال الفقهي يبدعون إحدى ميزات موسوعة الجواهر هذا الموسوعة الفقهية الثمينة جدا إبداع هذه الموسوعة الإبداعات التي استخدمها هذا الفقه الكبير في هذه الموسوعة إحدى ميزات موسوعة الفقه هذه الموسوعة التي لا أقول قل نظيرها لا نظير لها في الموسوعة الفقهية إحدى ميزات هذه الموسوعة الإبداع الإبداع في كيفية تفسير الروايات الشريفة في كيفية استخراج أحكام شرعية من الروايات الشريفة طريقة جديدة ناهيك عن إبداع في مجال أبواب فقهية مستفادة من هذه النصوص الشريفة هذه كلمات المعصومين عليهم الصلاة والسلام بحار من المعلومات بحار من العلم ليس فقط من المعلومات توجد طرق جديدة تستكشف نعم أبواب جديدة هذه من ميزات موسوعة الفقه ذكرت أمثلة مختلفة أقول لكم الإبداع ممكن البعض يغلق باب الإبداع لا الإبداع في مجالك أنت في أي مجال تعمل في أي مجال تفكر في أي مجال تهتم به تتمكن أن تبدأ القضية ليست خاصة بالشباب عادة نوجه الخطاب إلى الشباب الشباب يتمكنون أن يبدعوا نعم طاقة الشباب أكبر ولكن أنا في أي مجال كنت أتمكن أن أبدع نعم ممكن وأحيانا يكون الإبداع سهلا نقطة ثالثة أو زاوية ثالثة فيما يرتبط بالإبداع لماذا أكثر الناس ليسوا مبدعين إذا كان الإبداع سهلا لعله تسعين بالمئة من الناس أو ثمانين بالمئة من الناس ليسوا مبدعين يمشون على المنهج المألوف خلاص من أول حياته إلى آخر حياته ما شعل المنهج المألوف المنهج المألوف أحيانا يكون حسنا ولكن هذا لا يتنافع عن تكون مبدعا أيضا لماذا أكثر الناس ليسوا مبدعين أولا بعض الناس لا يحس بمسؤولية تجاه عمله تجاه دوره بعبارة أخرى لا يحب عمله يعمل ليؤدي دورا طبعا الذي لا يحب عمله لا يبدعي طبيعي لأنه أساسا لا يؤدي إلا المقدار الضروري إلا المقدار اللازم المقدار اللازم تمشي على المنهج العام المألوف خلاص هذه مشكلة إذا الشخص لا يحب دوره لا يحب عمله عادة لا يبدعه بعض الناس يحب دوره يحسب المسؤولية ولكن تصوره خاطئ يتصور أن باب الإبداع مقفل عليه أو صعب هذا أيضا خطأ قلنا الإبداع بعض مراتبه سهلة ليست صعبة أصلا مشكلة ثالثة وما أعظمها من مشكلة هذه وهذه المشكلة مشكلة في حياة البشر في حياة لعلي أقول أكثر من تسعين بالمئة من البشر للأسف الشديد الشخص يتعب نفسه في دور غيره وبطبيعة الحال سيضيع الدور الذي عليه الرجل في العائلة في العائلة يؤدي دور المرأة طبعا لا يتمكن أن يبدع أصلا دوره ضيعه إذا أدى دور المرأة هو يضيع دوره المرأة تؤدي دور الرجل إذن ضيع الدورها الأبوان يضيعان دورهما يتلبسان دور المعلم وهذا ما أكثره شيوعا آباء والأمهات يؤديان دور المعلم غلط هذا الدور ذاك طبعا إذا أدى دور المعلم يضيعان دورهما رجل الدين يتكلف بدور غيره طبعا يضيع دوره التاجر يتكلف دور العالم طبعا يضيع دوره للأسف الشديد هذا شائع جدا لعلي أقول أكثر من تسعين بالمئة من الناس يعملون هذا الخطأ صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين في كلماته في نهج البلاغة في رسالته إلى كوميل فإن تضييع المرء ما ولي وتكلفه ما كفي لعجز حاضر ورأي متبر الله أكبر من جمال هذه العبارة حقا هذه العبارة يجب أن نكتبها بماء الذهب وماء الذهب لا قيمة لا والذهب لا قيمة لا حقا إنسان يكتب هذا العبارة أمامه في مكان ينظر إليه حتى لا يقع في هذه المشكلة التي وقع فيها أكثر الناس فإن تضييع المرء ما وليه يضيع ما وليه ما هو تكلفه وتكلفه ما كفي ذاك دور غيرك ذاك كفيته لماذا تتكلف لعجز حاضر ورأي متبر الذي يتكلف دور غيره طبعا لا يبدع في دوره لأنه أساسا يضيع دوره ليس فقط لا يبدع لا يؤدي دوره بالصورة المطلوبة الطبيعية بالصورة المألوفة لماذا لا نبدع لوجود مشاكل بقيت زاوية أخرى من زوايا حديثنا عن الإبداع وهي كيف نبدع ما هي الوسائل ما هي الأدوات للإبداع هذا حديث نتركه إلى فرصة أخرى أحد كبار مراجع التقليد كان يرى أهمية بالغة وهو الحق كان يرى أهمية بالغة للمجالس الحسينية المباركة فصار يفكر كيف يحث الناس على أقامة المجالس الحسينية في خطبة بيّن ركّز على جانب مهم في المجالس الحسينية على أمل أن يؤثر هذا الكلام في الناس يقيمون مجالس حسينية انتظر أيام ما رأى أثرا معتنابه كان يتوقعه في الأسبوع الثاني فكر يركز على جانب آخر ركّز في كلامه على جانب آخر في أهمية المجالس الحسينية مضت أيام ما رأى أثرا أثرا مطلوبا يعني وفي الأسبوع الثالث على جانب ثالث وفي الأسبوع الرابع على جانب رابع وفي الخامس على الخامس وفي السادس على السادس وفي السابع على السابع في كل أسبوع يتكلم عن جانب جانب جديد يعني كلام لم يسمعه الناس لعل هذا الجانب الجديد هذا البيان الإبداعي إبداعي يعني ماذا؟ طريقة جديدة في البيان إذا كان الإبداع في مجال البيان طرق جديدة إبداعات يواصل إلى الهدف في الأسبوع الثامن ركز على جانب آخر إبداعي أيضا جانب عادة لا يذكر جانب عادة يغفل عنه أصلا وإذا رأى التأثير طبعا بركات المولى سيد الشهداء صلى الله عليه الأساس جعلوا الأثر في كلامك من لطفه ولكن الإبداع هذا الجانب الثامن رأى أثرا كبيرا في الناس وانتشرت بالفعل المجالس الحسيني تأثروا بهذا الجانب هو اكتشف أن هذه الزاوية في نفس الإنسان المؤمن بل حتى غير المؤمن هذه زاوية مهمة جدا جدا إذا أبدعت وما مشى هذا الإبداع فرضا في مجال أصلا اكتشاف شيء جئت ببضاعة معينة ما وجدت تقبلة لا تقف أبدأ إبداعا ثانيا لا تقف إبداع ثالث أدعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة الحكمة مصداق مهم من مصاديق الحكمة في الدعوة الإبداع الإبداع حكمة هذا مصداق مهم جدا كيف تدعو إلى الله؟ كيف تدعو إلى سبيل الله؟ تقول أنت أنا لست رجل دين؟ لا أنت تدعو إلى الله تدعو أبنائك؟ تدعو أخوانك؟ تدعو أهلك؟ تدعو زملائك؟ كلنا دعات إلى الله ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة لها مصاديق من جملة مصاديق الحكمة الإبداع دعوة بطريقة إبداعية المجالس الحسينية اليوم إبداع نعم إبداع ما كانت في العصور السابقة طريقة جديدة الاحتفالات التي تقام بمناسبة أفراح أهل البيت عليه الصلاة والسلام فيها من الإبداع الكثير طريقة جديدة إبداعية في الدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك باب الإبداع مفتوح والإبداع مصداق مهم من مصاديق ما أمرنا به الحكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر